وفي الأخير مباراة لصالح الأهلي نتمنى أن دايما المباراة لما جئنا فكرنا هننزل انتخابات النادي الأهلي على فكرة في سنة ونص بتاعة كورونا أنا عدت أدرس مشاكل النادي الأهلي واخدت خرار أن أنا هنزل انتخابات النادي الأهلي لكن من الأدب ومن المبادئ اللي تعلمناها داخل النادي الأهلي أنت لا تفصح غير مع فتح باب التعشع القريبين منك والأنت بتاخد رأيهم واللي بيضعوا معك الرؤية والتصور هما بس اللي بيبقوا عارفين وبنتجنب أن يبقى فيه كلام أو تلويح بدا داخل النادي الأهلي لأن دا بيسبب حالة من عدم الاستقرار للمجلس اللي موجود صحيح وده شيء احنا ما نتمنهوش داخل النادي الأهلي الانتخاب وقت الانتخاب وعلشان كده كنا واضحين احنا أعلننا مع فتح باب التعشع ولما قدمنا أوراقنا رسمية بدأنا الحملة بتاعت لأن على مدار السنة ونص احنا بندرس ازاي نحل مشاكل الأعضاء وازاي نطلع برؤية تفيد أعضاء الجامعية العمومية ونترح عليهم بشكل واضح وبرضو كان عندنا تصور احنا في كورونا طب ازاي هنوصل للأعضاء ده ازاي هيسمعونا ازاي هنتجنب مشاكل كورونا فعملنا حاجة زريفة جدا قلنا احنا هنعمل ويبسايت اسمه أهلي elections.com نستدخل عليه حملتنا مش هنحاول بقدر الإمكان يبقى فيه تعليقات في الشارع او مصاريف دعائية كبيرة او توجيه للجامعية العمومية من الاتجاه ده خالص احنا هننزل نخاطب الأعضاء على الأرض او من خلال المنفذ الإعلامي قناة النادي الأهلي ونقدر ان احنا نطرح عليهم رؤيتنا بشكل واضح وبسيط احنا عايزين نعمل ايه للنادي الأهلي وايه اللي بنقدمه ومن خلاله اتحركنا في الملف ده فعملنا الويبسايت وعملنا حاجة زريفة كده على الويبسايت counting down الانتخابات بيعدي يوميا لو اي حد دخل على الويبسايت يعرف فاضل قد ايه على الانتخابات وطرق للتواصل ان حضرتك تقدر تتكلم الحملة عندنا او تبعت لنا اي شكاوي ومقترحات بس ان احنا نبقى على تواصل مع السادق العضاء وروحنا عاملين ID على QR code حضرتك بتنزل انا بأتكلم حضرتك انا المراشح عبدالله العياشي واتمنى تتطلع على رؤيتي لو عجابة حضرتك تقدر تدعمنا ويقدر يسكان الكود او بناخد ارقام التليفونات ونبعث له الرؤية بتاعتنا على الواتساب ولينك الويبسايت فكان برضو اسلوب ادارة حملتنا ليه رؤية واضحة وقدرنا الحمد لله ان نفزها على الارض ونتحرك وسط الاعضاء في هدوء من غير ما نصير استياء حد من المرشحين او نصير للنادي الاهلي او يبقى فيه شو مبالغ فيه اعلاميا ومصاريف ملهاش يعني النادي الاهلي اولى بيها في الاول وفي الاخر احنا بنقدم عمل عام وعمل تطوعي مش عمل باجل لان على السوشيال ميديا على الجروب بتاع الاعضاء الناس بترك هو يعني الصراع ده كل والمصاريف دي كلها الناس دي هتستفاد من غراه لا او في الاول وفي الاخر عمل تطوعي وعمل عام لان هو شرف لأي حد الانتماء للنادي الاهلي وانه يكون في مجلس قدارة النادي طبعا ومن هنا ابتدنا نطرح الرؤية بتاعنا الرؤية لها محاور مختلفة بتخاطب فئات عمرية مختلفة بتخاطب شريحة كبيرة داخل النادي الاهلي وازاي كل نقطة موجودة في الرؤية دي نقدر يعني احنا ممكن نستعرض الرؤية اتهضر ده السي فيي بتاع الواحد مقدمة الرؤية تمام بعد كده بنقول الرؤية بتاعتنا هي تحقيق حلم الجماهير والجماعة العمية في الحفاظ على الريادة داخل النادي الاهلي وانه احنا دائما نبقى في المقدمة على مستوى الكرة احنا ما عندناش اي اي رؤية لان احنا ما نقدرش نتكلم في الكرة وفي قامات موجودة في الكرة غير ان توفير الاستثمارات والصرف الواضح لها بحيث انها اي قرار يخدو يقدروا ان هم ينفزوه بسهولة ويسر زيادة استثمارات النادي في القطاعات المختلفة ومن شأنها الحفاظ على الكرة في الجزئية دي خاصة تانية اول حاجة احنا بنتكلم عنها في الرؤية بتاعتنا هي النشاط الرياضي اي النشاط الرياضي انا كابن النادي الاهلي عندي كذا محور شغال عليه انا النهاردة لما تصبت اضطريت ألعب لعبة خارج النادي الاهلي برغم من القصو السهم بلعبة أولومبية فكان عندي رؤية اولا ان تنمية الالعاب اللي موجودة داخل النادي الاهلي واضافة فكر رياضي جديد للقطاعات المختلفة مع الدعم النفسي للعابين ده جزئية اللي هي تنمية الالعاب الفدية والجماعية زيادة عدد الالعاب ده مخترح احنا قدمناه وهنروح له في السلايد اللي بعدها لكن احنا خلينا متوقفين بس في السلايد دي اولا في مخترح لزيادة عدد العلعاب داخل النادي وتوطين ابناء النادي وبرنامج البطل الأولومي توطين ابناء النادي دي كلمة بسيطة لكن وراها ملف كبير جدا احنا منفخر ان الكاراتي داخل النادي الاهلي مفهوش ولا عضويا رياضي كلهم من ولاد العضاء ولاد العضاء ولاد النادي بجد وبنشوف منهم ابطال النادي الاهلي ومنفخر ان جهاز الكاراتي النهاردة مدربين النادي الاهلي هم من ولاده النهاردة بزبط وعايزين نوصل ان اداريين النادي الاهلي بزبط طيب ليه السباحة مش زي ده ليه الهندبول مش زي ده بس السباحة بالنسبة كبيرة كده إن لم يكن كاملة لا على العكس في عضوات ريادية كتيرة وفي قرار مجلس أعتقد بنسبة مقاوية معينة للأبطال حتى لو أنا النهاردة عندي نسبة مقاوية ما خليش حد ييجي من برى النادي ياخد عقود على فكرة إحنا القراتي الحد النهاردة الدرجة الأولى ملهاش عقود يعني محدش بيلعب في قطاع القراتي ليه عقد أو ليه مرتب مرتبات يعني أنا كان مرتبي 20 جنيه زمان والمرتب النهاردة 600 جنيه للعب للدرجة الأولى فيعني محدش احنا بنحب النادي الأهلي بجد احنا ما بننتفعش من وراء النادي الأهلي لكن بنقدم نفسنا للنادي الأهلي في أي وقت بنشوف ألعاب تانية لا النهاردة في حد بييه من برى ممكن نولد عنده الموهبة النادي الأهلي يدعمه ده ملف لكن إن أنا أفتح العضويات الرياضية بشكل كبير أجيب أستقطب أولاد من برى لمشاكل أو لحاجات موجودة عندنا في القطاعات بنفسه أولاد النادي الأهلي أو أجيب واحد على الجاهز وأنا عندي ابن النادي في القطاعات المختلفة يعني أنا لما يبقى عندي 400 سباح في الأكاديمية مش عارف أطلع منهم 20-30 أنا أعتقد في السباحة والكاراتي والألعاب الفردية التمثيل للعضوات الرياضية محدود جداً إن لم يكن مش موجود بس في الألعاب الجماعية أنا مش حابب أتترك لا لو في نسبة مقوية حدك عندك فكرة أقولها لا 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 يعني مش حابب أتترك لها لكن في الأول وفي الأخر ليه يبقى عندي نسبة أصلاً ليه يبقى عندي حتى 1% طب أنا النهاردة عندي مثال الكاراتي هو قدر أنه يحقق بذلك ممكن تبقى في وجهة نظر ما أنت برضو محتياج أبطال الأهلي مش بس قاعدة ممارسة يعني قاعدة ممارسة في نسبة 95% لو ألا عندي أولاد الأعضاء 95% وهل الكاراتي النهاردة حققش ده شوف لو أنت عندك الأولوية طبعاً لأولاد الأعضاء أولاد أعضاء النادي لو ده موجود ومستوى الرياضي في التفوق ده موجود فاللي عندك أولى وأفضل من برة أكيد أجزم أنه موجود بنسبة 100% والنهاردة 100% إزاي 100% فأنا من النهاردة حضرتك قطاع الكاراتي لا لا 100% تقصد أنها موجودة ولا عدد المشاركين 100% من عضوية رياضية لا 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 100% من عضوية رياضية ولا 5% حتى لو موجودة النهاردة نحن عندنا قطاع مشرف زي قطاع الكاراتي ما فوش هو 0% عضوية رياضية 0% وبنشوف النهاردة الجيانة في الأولمبيات طرعة من النادي الآن وعلى فكرة نحن ممكن نستعرض جزء من بطولة كوفي أوزاكة الأوراق اللي أنا جايبها نحن عندنا في الترتيب هتلاقي الحصول على المركز الثاني والثالث وهتلاقي في أسامي موجودة زي إبراهيم مجدي موسى هتلاقي أسامي زي صفوان إبراهيم النهاردة كابن النادي وكبطل النادي في الكاراتي هو مدرب منتخب مصر وهو راجل مهانس بترول النهاردة أحمد أشرف النادي الأهلي النهاردة إسلام حسني الجماعة بتاعي وبطل النادي الأهلي وموجود لحد النهاردة فلا عندنا أمثلة كثير وعندنا أمثلة كثير مشرفة وأتمنى أن أولاد النادي الأهلي توطين لا تعني بس العضويات الرياضية بل تعني تواجد أبناء النادي الأهلي في القطاعات الإدارية المختلفة داخل النادي الأهلي لازم نوصل أن أولاد النادي الأهلي هم اللي بيمثلوا النادي الأهلي هم اللي يقدروا يحافظوا على النادي الأهلي في القطاعات المختلفة نقدر نستفيد بيهم في أي قطاع سواء في الخطر عامة سواء في قدارة النادي وده توجه لازم يكون عام داخل النادي الأهلي فده جزئية النشاط الرياضي الجزئية الأخيرة هي البرنامج الأولمبي البرنامج الأولمبي لما نجي نتكلم عنه طب هو أنا كنادي أهلي عندي كام لعبة أولمبي أصلي وقدر أزيد عدد الألعاب دي بقد إيه ومنها أقدر أدعم الأبطال دي زي علشان أوصل لبرنامج أولمبي محترم لعيبة النادي الأهلي تقدر أنها تمثل فيه دوليا ويبقى فيه دعم لدولتنا وللقيادة أن يبقى فيه ولاد النادي الأهلي يجاهزين للمنافسات الدولية طيب هنيجي نتكلم هنلاقي عندنا التنس السكواش الجنباز الكاراتي خرج السباحة الغطس طب أنا ليه ما عنديش خصوصها أنا ليه ما عنديش إبحار شراعي وتجديف أنا ليه ما عنديش جودو تايكوندو داخل النادي الأهلي في حين إن فيه أندي أقلب كتير من النادي الأهلي عندها الرياضات دي وإحنا بنتكلم النهاردة في 180 ألف وضوية عاملة داخل النادي الأهلي في متوسط ثلاث أفراد وراهم يعني إحنا بنقارب نص مليون فرد داخل النادي الآن باقطاعات رياضية مختلفة بولاد جاهزين يلعبوا ويمرسوا الألعاب دي ويفرزوا لنا أبطال زي هدايا ملاك وزي جيانا وزي فريال طب أنا هو ده برنامج الأولمبي اللي أنا لازم أشتغل عليه وقبل ما أتكلم على برنامج الأولمبي لازم أتكلم عن ألعاب في الأولمبيات أنا عندي منها أديه وأقدر أديه في أديه طب طب